بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابها إجمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم قهوة الصباح حلقة إن شاء الله تكون متجددة بفقراتها وكذلك مواضيعها وليميز دائما حلقة يوم الأربعان نهام فيها جانب كذا يخص مواضيع حياتية بالإضافة إلى مواضيع نقدر نقول فيها المتعة وكذلك التشويق وكذلك نهاية الأسبوع مقبلين إن شاء الله على أجازة نهاية الأسبوع حلقتنا اليوم بتكون مجموعة من الفقرات الدائمة كالعادة في كل يوم إحنا عندنا مواضيع محددة لكل حلقة مثلا من السبت لها مواضيعها يوم الأحد لها مواضيعها وهكذا الثمئين والثلاثة نأتي إلى الأربعان أيضا بالعرف مواضيعها بالتفصيل أكثر ولكن مع الفاصل القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام زي ما لاحقوا من خلال حلقة اليوم عندنا أكثر من فقرة كل يوم أربعة إحنا عندنا فقرة مصاريفنا اللي من خلالها نحاول نساهم في تعديل استراتيجية الفكرة ترجاع المال إن كان راتبنا الشهري أو نقدر نقول إذا كان عندنا دخل آخر واللي عندهم نقدر نقولها بعض العقبات المالية كيف ممكن يساعد ببعض الأفكار في النهاية القرار لازم يكون من الذات نفسه لهدف أنه يبغى يحسن من حالته الاقتصادية لأنه إذا قلت ودي وأتمنى وياليت ما ممكن هذا الشيء يصير ولكن لابد شوية صبر بعدين يصير العارف يقولون كله عبد الله ترى انت حالتك من غير وإحنا حالتنا غير ولكن الحياة كذا محتاجة شوية تنبيه بعض المرات يمكن من خلال فقرتنا احنا قاعدنا نعطي إضاءات من خلال فقرة مصاريفنا ولكن الحلول ما بيجي من خلال لقاء مدة عشرين دقيقة أو ربع ساعة وحتى وصلت إذا ساعة هي تحتاج شوية عدة خطوات حتى الواحد يوصلها اليوم احنا اخترنا موضوع لابعيد ماليا الزواج الناجح ماليا كيف ممكن يكون مشروع الزواج ناجح ماليا لأن كثير ممكن من الشباب يعني إذا ما بنتخل في غلاء المهور ما بنتخل في عملة المصاريف ولكن كيف أنا أعمل كذا اتفاق بيني أنا كمتزوج وأيضا بين أهل العروس أنه كيف عشان نعيش حياة أسرية جيدة ومتكون بعدين مرحلة الزواج ما بعد الزواج أنه دفع الفواتير العرس احنا بنعرف التفاصيلها دائما مع أستاذ علي الشرجي وهو مستشارنا المالي بيحاول يعطينا بعض الأسس في كيفية التعامل مع مثل هذه الظروف أيضا بدكم معنا فقرة الفن السابع اللي من خلالها نستعرض أبرز الأعمال السينمائية وهي فرصة تعتمون اليوم الخمسة الجمعة يعني فرصة للأسر اللي قاعد تابعنا اللي يحبون أو من الراغبين أو من رواد السينما اللي يحبون روح نشطون أفلام احنا نقول لهم هذه بعض الأفلام السينمائية اللي ممكن تتابعونها خلال هذا الأسبوع وبالإضافة إلى مجموعة كذا اللي نقول لكم والله هذا الفيلم حلو هذا الفيلم مثلا تحت فئة الفلام الحركة هذا تحت الفلام يعني بهذا المعنى أيضا عندنا سالفة اليوم حطينا سالفة حول جهاز التحكم جهاز التحكم اللي موجود في أغلب المنازل حاليا وبعض المرة تكون حتى بطاريتها مخلصة ونضطر أن نضغط عليه نضغط عليه عشان نغير بالنسبة للقنوات وكذلك المحطات اللي يتابعون شاشتنا في هذه اللحظة نقول لهم ويحب يشاركنا إن كان عن طريق الهاتف مباشرة دوليا كان أم محليا ما عليك إلا دوليا لنتحط لنا 00968 بعدين رقم البرنامج اللي هو 24943701 وأما بالنسبة لداخل السلطة ما عليك اللي على طول الاتصال بشكل مباشر على الرقم ويشاركنا إحنا سألنا سؤال عشان ما يضيع الذهن الناس إحنا قاعد نقول جهاز التحكم المعروف نقدر نقول تحت باللغة الإنجليزية بيد من؟ هل بيد الرجل بيد الأب يعني أو الأم أو بيد الأطفال إحنا ما قاعد نتكلم هنا من ناحية نقدر نقول تربوية ولكن لاحظنا في هذه الفترة يعني الصراع اللي يصير في المنزل بين فترة وفترة بعدين تلقى الغلبة بتكون للأطفال خاصة إذا فيه برامج كرتونية عشان الناس بعد نفس الطريقة ما يضروح إذا هناها بعيد من خلال برنامجنا قهوة الصباح السالفة هذه مساحة للمشاركة بالنسبة للمشاهدين اللي قاعدت يتابعنا وكسر لرتابة البرنامج لأن هناك يكون عندنا موضوع بعدها يكون موضوع فنحتاج حين بعد مرات تكون فيه عندنا برامج منوعة لأن كثير من المشاركين يعني أنا كنت متحفظة أني ما أقول ولكن قلت خلينا أتكلم عنها كتبينينا مثلا في صفحتنا في الفيسبوك أنها تشوفونا مواضيع هادفة تناقش قضايا وإلى ذلك الترفيه ضروري في الحياة ضروري بأن فترة وفترة يكون عندك شيء من التنوع نحن ما نوصل إلى مرحلة الإسفاف ولكن فيه شيء من كل بستان نزهر نحن من خلال برنامجنا على مدارة ساعة ونصف نحن نقدم مثلا مواضيع صحية مواضيع نقدر نقول تربوية مواضيع اجتماعية مواضيع تخص الشباب ونجاحات زي ما نعرفها دائما كل يوم أثنين عندنا نجاحات الشباب في عدة مجالات إن كانوا مواهب أو أصحاب مشاريع اليوم في حلقتنا بتكون عندنا فقرة تخص المال وكذلك التصرف المالي على مستوى الأسرة والأفراد أيضا عندنا الفقرة الخاصة بالسينما ولكن نحتاج بين لحظة ولحظة نبتسم شوي للحياة ونشوف الحياة إيش اللي قاعد يصير من نمطية إزدحام اختناقات مرورية ونحاول نخفف على بعضنا من خلال طرح المواضيع اللي احنا نطرحها فالسلفة لا توضع اعتباطا ولكن لهدف ممكن يكون لها هدف هو مشاركة الناس زي ما ممكن لاحظنا أمس كنا نتكلم عن ذكرياتنا في الرحلات المدرسية والعودة إلى الماضي والأشياء الحلوة اللي كانت مرينا فيها ونتمنى هذا الأشياء تصير لأبنائنا في حلقة من الحلقات احنا عملنا سلفة تخص الأم وكلمة تحب توصلها للأم في حلقة من الحلقات تكلمنا عن المعلم يعني في هذا التنوع فبتلاحظون في كل حلقة نحاول نطرق باب مختلف عن الباب الآخر في شيء من الترفيه في شيء من المعرفة في شيء من المعلومة أو نقدر نعمل كذا هل أنت من الناس اللي تحب تخلص معاملاتك إلكترونيا أم تحب تخلصها نقدر نقول بشكل تقليدي هو عملية لازم تكون مختمة وما إلى ذلك يجمع حلوة الابتسامة في الحياة وخاصة في فترة الصبع وحنا دائما يوم الأربعاء نحاول نأخذ مواقف حياتي نعيشها في حياتنا اليومية وخاصة في المنزل واليوم اخترنا لكم بالنسبة للجهاز التحكم بالفعل ترى يصير صراع ترى بين الأسر وبين الزوجين إذا كان مثلا الزوج من محبي متابعة الرياضة الزوجة تحب مثلا مسلسلات يجون الأطفال يكسرون هذا القاعدة ويأخذون جهاز التحكم وغيرون ويحطون على أحد القنوات التي تقدم الرسوم المتحركة وانتهى الموضوع ويصير الأب والأم بس مضطرين لازم يشاهدون هذا العمل فإحنا سؤالنا مين يكون معا دائما جهاز التحكم فبنعرفه إن شاء الله في لحظة تواصلكم أنا بس حبيت أن أعطي فكرة في المقدمة عشان ما يضيع ظهن الناس عن موضوع السالفة لحنا نحطها بشكل يومي عمهم بتكون عندنا مجموعة تقارير وأيضا بيكون عندنا إن شاء الله الفقرات اللي نتمنى أنها تنال على رضاكم وإعجابكم وتأكدوا كل اقتراحاتكم وأفكاركم تندرس ونحاول نضبطها ورتبها ولكن دائما هناك عندنا يسمونها دورة تلفزيونية بمعنى كل برنامج لازم ياخذ ثلاثة شهور بعد ثلاثة شهور تتغير هيئة وشكل البرنامج في الفقرات اللي تدوم وفي الفقرات اللي يتم تغييرها وفي الفقرات يتم إضافتها لأي برنامج تلفزيوني أتمنى لكم دائما متابعة شيقة لبرنامجنا قهوة الصباح ونبدأ بهمستنا الصباحية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا يأسى فالأحزان يجهضها الصباح وتذيبها شمس الضحى فتطير أشلاء توزعها الرياح ويطل في أعقابها فرح جديد يحكى أن ضفدعتين قد تسللتا إلى مخزن في الحقل فقد اشتمتا رائحة حليب كامل الدسم ذهبتا لكي تلعقان من هذا الحليب سقطتا في الإينا ولم يستطيعا الخروج منه مرة أخرى فأخذت الضفدعتان تسبحان في الحليب فسبحا وسبحا شعرت الضفدعة الأولى بالتعب والإحباط فجلست وسط الحليب أما الضفدعة الأخرى فلم تحبط وخذت تقفض تقفض على الحليب وبذلك مخذت الحليب وحولت جزء كبير منه إلى قطعة الزبدة فقفزت على الزبدة ومنها قفزت إلى خارج الإيناع الإنسان دون أمل كالنباتي دون ماء والإنسان دون ابتسامة كالوردة دون رائحة موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اصبح الوقت الحالي كون الان يعني الأمور المالية في غلاء وهي الحياة تغيرت عما كانت عليه خبر عشرين سنة وثلاثين سنة فاصبح المال له دور على هذه العلامة هكذا تستمر او ما تستمر بنما نجد فيها كبيرة من الشباب تركيزهم يعني المقبلي عن الزواج مايفكر في مرحلة ما بعد الزواج وينفكر بس مرحلة ما قبل الزواج نعم ايش بعد الزواج هذه مش في باله فتجد أنه يصرف كل ما عنده ويأخذ قدرة الحصول على قرض كل ما جمعه بالكامل عشان الليلة هذه فمن بعد كذا ما لها حساب فمن الطبيعي أن يكون هذا لها جزء من المشروع الزواج هذا يفشل وقصد أن المشروع هذا فشل هو كالتالي ممكن أنه يؤدي إلى الطلاق بسبب بعض الأخطاء المالية التي سبقت الزواج الشاب والشابة يصل إلى مرحلة في ذيق مالي كبير وممكن بعض الشباب أننا نتكلم عن الواقع أنا واحد كمان من المجتمع العماني بعض الشباب يقول لك يا أخنا بعد ما دخلت الزواج حسيت أن كل الأشياء التي عندي متسكرة يعني فيبدأ هو يربط صح إن كان كلامه صح وغلط الحقائق التي تتكلم عنها بسيبدأ يربط الأزمة المالية التي عنده هذه المشكلة المالية التي عنده الآن مربوطة بمشروع الزواج الذي كان قبل سنة أو الذي كان قبل عشر سنوات فهذه المشكلة إن اللي حاصل معانا الآن إن احنا مجتمع لنا عاداتنا ولنا تقاليدنا ولعدات التقاليد هذه لها دور كبير إن المشاريع الزواج تكون فيها غلاء نوعا ما لأن تتكلم أن ابن عمي عمل كذا ابن خاري عمل كذا مش عارف ابن فلان عمل كذا فلان اللي هو مثلا في نفس المنطقة أو في نفس العائلة عمله كذا فهل يعني واحد ما يبني مشروع الزواج حسب قدراتي أنا أشوف الناس اللي من حولي إيش عملوا وانا حاول أعمل زيهم مبتاز فالناس اللي من حولي النوعين فيه ناس عندهم قدرات مالية وعملوا ما فيها أي مشكلة وفيه ناس ما عندهم القدرات المالية لكنهم أخذوا قروض وقبلوا مشروع الزواج بالقروض اللي عندهم فعملوا حفلة بهذا المستوى فأنت الآن لو ما معاك تحتاج أنك تعمل زيهم فأنت أنا ما عندي مشكلة منك تعمل زيهم لكن خلينا نقيسها بالنتاجي الحصل الآن في هذا الواقع من كل عشر مشروع الزواج كم واحدة كملوا سنتين بشكل عام كذا نحن مش مختصين لكن بشكل عام فيه فشل فيه طلاق صحيح أو فيه ضيق مالي ما بنقوله وصلت لمرحلة الطلاق الله يبعد إن شاء الله حتى بعض الشباب يقول لك يا أخي أنا من ناحية الفنية أنا مطلق لكن لازال الزواج مستمر فأقول له كيف الزواج مستمر وانت مطلق يقول أنا بعد سنتين طلقت لكن القرض اللي أخذته حق الزواج مستمر معي خمس سنوات خلينا شوي بعد نحاول أمسك العصى من الناس إن كان الزوج أو الزوج المقبلين على الزواج اثنين هم يبقون يفرحون أنا بأجيك بقول لك إلا وابعا أقول لوجهة النظر أيضا الأسرتين يحبوني فرحة صحيح ما نحن ما نتكلم عن عملية المقارنة صحيح ولكن إذا تشارك رأي أستاذ علي الحين بعد الواقع صار غالي ترى كثير يعني مثلا قاعة أفراح يمحتاجها المبلغ الفلاني صحيح الوجبات محتاج لها المبلغ الفلاني صحيح هذا نقدر نقول لنتوسط العام ما بتكلم من اللي عندهم قدرات ولا اللي عندهم منخفض القدرات فالناه يبقى يقول لك الشاب والشابة العروسين هم اثنين ويتهم يفرحون صحيح بونستانسون مرايحين يقترون على نفسهم صحيح كيف نعمل هذه الموازنة وأنا مثلا عندي مصدر واحد اللي هو الدخلي وأيضا بالنسبة للزوجة دخلها هو هذا كل إذا كان مثلا عاملة أو غيرا عاملة ما في الحين حتى بأربعة تلاف خمس تلاف كذلك هذه الأمور تسويها يعني صحيح أتوقع أنك بتتفق معاي والمشاهدين كما رح يتفقوا معاي اللي صار الآن برينا نتسابق نتسابق في تقديم الأفضل نعم نتسابق أن فلان عمل كذا أنا بغي أعمل أحسن منه فلان جاب القاعة هذه أنا أجيب قاعة أفضل منه عمل عرص كذا أنا بغي أجيب أفضل منه جبنا كروت اللي مثلا كانت يعني بالتصميم قبل سنتين لا ما نبي نبي حاجة أحلى أصبح الآن في مج... والله يزيدهم يعني أصبح الآن في ناس تسمم لك العرص من الألف للياه صحيح نبي عرصنا يكون من خلال فلان وفلان وفلان فالناس تتسابق والميزة أنت كلما دخلت في موضوع التسابق هذا والسباق من الطبيع أنك راح تصرف أكثر من أكثر ما هو متفق عليه نعم فكمشروع زواج ناجح ماليا له مجموعة من الخطوات عشان نفيد من المشاهدين في خلال هذا المتاح وهي أول حاجة أنك أنت لابد تعملك ميزانية لهذا الزواج أنا ما عرف الأخي أبد الله أنت بس تفقه معايا وتختلف معايا هذا الأثاث من أول ما أدخل المعرض أقول جماعة أنا ميزانية 500 ريال وأعطوني حدود 500 ريال نعم فكثير من الشباب أنا أقول كثير مناتهم تزيل فوق 50% يقبل على مشروع الزواج نعم وليس لهم رقم محدد مسبقا يعني كان بيصرف هذا المفتوح هل بركة؟ مفتوح مفتوح من حيث أنه بيضغط على كل قدراته المالية يعني بعد ما يأخذ يصرف من حساب التوفير نعم اللي كان معاه وبعد ما يأخذ من البنك الحد الأقصى مش الحد اللي هو يغطي المصاري في الحد الأقصى نعم ويكي كمان يأخذ يعني يعني يحاول زيادة من أستقاو الأهل في الفترة لحلز الزواج نفسه يعني تحديد الميزانية ما مع ميزانية تحديد الميزانية هذا واحد هذا واحد اثنين يظهر بصورته الحقيقية الصورة الحقيقية لأهله ولهالي العروسة يظهر بصورته الحقيقية بمعنى أنك إنت يعني لو أنت موظف تقول لله الجماعة أنا موظف ورات بالشهر كذا وهذه قدراتي وعلى فكرة ممكن أن يكون عندي التزام كذا وعندي التزام كذا هذه التزامات سابق وبعض الشباب أو عدد كبير من الشباب يكون مشروع الزواج ليس القرض الأول هذا ممكن يكون القرض الثاني بعد السيارة أو بعد الأرض فمش أول قرض يأخذه من البنوك مثلاً فيوضح كمان للجهة الأهل العروسة أنا جماعة هذا الراتبي وهذا الزمات الشهرية لعندي وأنا قادر أوفر هذا المبلغ وريدكم تتعاونوا معاي إن هذا المشروع ينجح أنا الآن بتقول لي أنت الآن علينا حيشين في مجتمع قبلي ومجتمع لنا عاداتنا والتخليدنا الطرف الآخر ما سيستخبر منك أنا أتفق معاك 100% لكن خلينا أنا وإنتا نكون من أولى الناس المبادر يعني تكون خطوات الزواج بالألية هذه يعني مثلاً أنا أتوقع من خلال هذه العشرين دقيقة فقط ممكن نفيد عشرة من الشباب المنقوبين على الزواج أنهم يحسن حالهم أنا ما أقول ألف أقول عشرة لكن مع الأيام هذه بتصبح حادة في أشياء حلوة حنا صارت عندنا موش بس عندنا في السلطة حتى على مستوى الدول المجلس تعاون وطن العربي إن الزواج الجماعي إن تصير مثلاً عرس جماعي لكل بس مو كل الناس ترحبون كده أنا أعطيكم بعض الحلول يتقدم بها الشباب وتكفلت بها فيها بجموعة من المؤسسات صحيح وتتفق معينا مع الأيام إن هذا يعني الطريقة هذه بتبدأ بتكون في نمو بزيادة نعم إن ظروف الحياة ما تسمح أن الموضوع التصابق وموضوع تكاليف الزواج شوفنا مثلاً عند الغارب عندهم مثلاً توقع الزوج والزوجة ويقولك حفل عائلة وانتهى الموضوع هو خاتم وخاتمين وانتهى تتساكل نحن عندنا في ثلاث ليالي مثلاً كل منطقة وكل محاضة بعضهم يقولك الليلة الحنة وليلة الغداء والضيوف اللي جايينك وغال ذلك فتضيع هذه المصارب قزينة نحن تقريباً تحديد الميزانية الصورة الحقيقية الصورة الحقيقية نعم الثالثة الثالثة يكون عندك مشروع أنا شجع بقوة نعم يكون عندك مشروع من بعد الزواج مشروع وهو مثلاً بمعنى وهو بمعنى بنا بيت شراء سيارة نكمل تعليم العالي نعم مثلاً من أحد الأشياء أنا يعني الشباب أخذوا من الاستشارات وقدمت لهم هذا الحلول الجسد الكرة الآن منها الآن الشاب والشابة الشاب هذا يقول لي عمه أنا مقبل على الزواج وبعد الزواج أنا عندي مشروع أكمل تعليمي ممتاز في نفسه كونه بكمة تعليمي بخلي كمان زوجته كمان تكمة تعليمي خلو فنحن عندنا فلوس أو بنحاول نجي فلوس للمشروع التعليمي العالي لكن لو صرفنا الفلوس هذه الآن في حفلة العرص ما بيكون عندنا قدرة نكمة تعليمنا بعد الزواج ممتاز ممكن أن نتظر عشر سنوات الغاية بيكون عندنا القدرة هذه فيكون عندك مشروع يعني شي راح تعمله من بعد الزواج ممتاز بحيث هنا يربطك أنه لا مصريف يخليه محدود لأنه عندي حاجة مقبل عليها من بعد الزواج هذا الخطوة الثالثة الرابعة الرابعة أنك أنت رضى الناس مصعبة صحيح مهما سويت بيطال أن يقول لك يعني في حاجة العرص هذا كان ناقص كذا وكان ناقص كذا وكان ناقص كذا فعمل عرص لكن العرص هذا يكون عرص يعني له المعقول الله هذا العرص معقول هذا ما للحين يبقى لأ يبقى لأشخاص نروح لنقطة اللي بعدها بعيدا يرجع لأ نرجع للمعقول تمام النقطة الخامسة النقطة الخامسة المشروع للزواج إذا له الأهل يعني الناس تعاونوا عليه تعاونوا عليه بشكل كبير من الطرفين من الطبيعين مشروع يكون ناجح بشكل كبير أنا لحظت بعض الأشياء اللي موجودة معانا هنا في المجتمعات المحلية تدخر الأهل في يعني مشروع الزواج نفسه نعم وفي منهم يعني الناس المتدخلة في يعني مشروع الزواج منهم المتزوقة منهم مش المتزوقة لغاية الآن يعني مثل أنت عندك أخوة عندك يعني الأخ هذا مقفى على الزواج تقول له لا سوي كذا وسوي كذا وسوي كذا طيب هل أنت عيشت تجربة مماثلة من قبل وليم جرد نصائح في بالك نصائح يعني لكنت لم تعيشت تجربة هذه وتجد نفس الأشخاص اللي يقدموا هذا النصال هما هم ما يقبلوا على مشروع الزواج ما يقدموا مثل الأشياء اللي طلبوها من أخوانهم في الفترة الماضية لأنهم صاروا في أمره الواقع الآن بس بعد ذلك أنا أحب أذكر اللي أحب يشاركنا في موضوع اليوم تحت مفهوم الأنوال اللي إحنا حاطينا مشروع الزواج الناجح ماليا تكاليفه أو إلى ذلك وحتى ما تترتب عليه تبعات ما بعد الزواج ويصير إحنا بس ندفع تكاليف الليلة اللي إحنا عشناها أو فرحنا فيها والتحول من فرحة إلى تسديد عموما هناك في خمس نقاط ذكرها الأستاذ علي اللي هي تحديد الميزانية ضرورة يكون عندك تحديد ميزانية لمصارف العرس الاستمزامات إذا كان فيكم شقة أو أثاث البيت حفلة العرس ووجبات اللي كانت غدا يعني يكون فيه تحديد مبالغ يعني محدد مبلغ إن هذا لكذا هذا لكذا هذا لكذا إظهار الصورة الحقيقية لأهل العروس بالدرجة الأولى بالنسبة للمتزوج اللي هو المعرس عشان تكون صورتك واضحة في بعضهم يتحفظون عشان ما يقولون الراتب وإلى ذلك بس إحنا بنتكلم بعد في تفاصيل هذا الموضوع مشروع ما بعد الزواج لازم يكون عندك هدف إن بعد الزواج أيضا عندي مشاريع قادمة ممكن تكون علمية ممكن تكون بناء بيت شراء سيارة عائلية بهالمعنى أو شراء سيارة لزوجتي مثلا بهال معنى العرس المعقول هذا هذا الله يعيدنا عليه يبغينا بالقوسين نشرحه التعاون الإيجابي أقدر أقول في بعض الأسر ومشاء الله حتى على مستوى السلطنة في ما يسمى بال مثلا في الصلالة عندهم شغلة يسمونها المصابحة إنهم عنية هي تكون لما يصير عرس فلان تلقاهم لكل يساهم كل واحد بالميت يسر اللي عنده فهذا يهون شوية على صاحب العرس هذا يسمونه التعاون الإيجابي إنه مو بس أفراد أسرتك حتى ممكن الأصدقاء والأقارب وممكن العوائل المتقاربة من بعض ويصير عملية متبادلة أنا الآن في عرسك في عرس عيالك إن شاء الله أنا بعد تكون للمساهمة في هذا الموضوع أنا ممكن بالنسبة لتحديد الميزاني هذه واضحة إظهار الصورة الحقيقية هذه ضرورية ومنها يعني يوم تروح لبيت العروسة لو أرحب سيارتك الحقيقية نعم ما تحاول تاخذ سيارة صديقك عشان تطلب صورة بس بعد براتها ما يكشخ لا ما يمط يعني شوية المهم أظهر بصورتك الحقيقية بكل تفاصيلها نعم وأيضا مشروع بعد الزواج أنا بالنسبة للنقطة واضحة وأتمنى تكون كذلك واضحة هو العرس المعقول هذا كيف ممكن يصير العرس المعقول لأنه ليش بقولك أنا عفوا أنا قاعد أحاول أعطي وجهة نظرة عرس معقول أنا وأهل العروس مافئين والله بنصوي لنا عشاء طيب ممكن تكون حتى في إحدى صلاة معقولة ولكن الناس الناس ما خلونا يعني مثلا أم العروس قال ف reward ما زوجين من التجوة هل ممكن أم المعرس نفسها ولديش أول البكر مثلا ومثلا إذا كانت ثانية أو ثلاث ولدكم مثلا سيم من الناس زودتوا العرس اللي كده وجاء على هذا مسكين ما تبونتوا فرحهم فيه إذا ما تقدرون إحنا بنساعدكم فيصرون في حرج الأسرة يعني إحنا نرضي نفسنا ولا نرضي العائلة ولا نرضي المجتمع العرس المعقول إنك أنت إنك أنت تصرف وتصرف على حسب قدراتك أي شيء عن فوق قدراتك من الطبيعة بيكون لها نتائج سلبية ومثل ما نذكرنا نحن عايشين في مجتمع له عادات وتقاليد ولم ندعي نحن ممكن من خلال العشرين دقيقة نغير ألف واحد بس نبقى عشرة عشرة كنموذق لأن العشرة هذه بعد سنة بيكونوا عشرين وعشرين بيكونوا ميتين وميتين بيكونوا ألفين وهكذا بس العدات هذه لابد أن حفلة العرس نفسه بالوضع الحالي لابد أن نغيره بشكل كبير لأن الأصبح الآن في الناس تتصابق وناس ما تفكر في الرقم اللي اندفع الآن مدامهم معاه مقدرة سواء من حر ماله أو من أموال القروض أنه يوفر القاع هذه والعرس بالمستوى هذا هو ما عنده مشكلة أنه يقبل المشروع بهذا المستوى فالعرس المعقول أنك أنت تصرف ما هو المعقول بس أنت يعني إيش يقز ما هو المعقول يعني مثلا تحاجز قاعها لخمسمائة واحد زاد الطلب قال نحن نبين قاع هذه تكون حق سبعمية ونوفر وجبة حق سبعمائة واحد المعقول والخمسمائة هذه هي قدراتك لما تخرج عن السبعمية أو الميتين زيادة هذه أكيد راح تضيع أشياء أخرى يزين إذا صارت زيادات معقولة يعني مثلا مال ألف ريال خمسمائة هل هذه يعني نقدر نقول أنا لحن في المحيط الآمن ولا هنا الزيادة اللي هو العشر في العشر ألف ريال ألفين ثلاثة آف هذا في المعقول بس هنا لازم يكون في إصرار من قبل الزوجين المقبلين على الزواج المشروع اللي ينجح قبل الطرفين ممتاز نعم إنزيلنا وصلنا إلى مرحلة في نفس الوقت إن هذه الأشياء أنا كيف ممكن أطبقها وبالفعل يكون باقتناع مش والله لأن لأزمة معينة أنا بعدين يعني لكون شيء مستمر أنا عندي أنت لأنه رح لأي مكتب عقاري يقول جماعنا بغا شتري بيت أول حاجة سأولوك كم يزنيتك صحيح صح ولا ما صح نعم عشان لا تضيع وقتك ولا كمان ضيع وقتهم ممكن أن أردك حاجات أكبر من قدراتك صحيح تكون جماعنا ما معاي مقدرة هنا وثاني السؤال كمان يسألوك المكاتب العقارية الآن أنت بتشيري البيت هذا من فلوسك جاهزة أو لسه بتأخذ عليه قرض بمعنى لو فلوسك جاهزة ممكن أن أردك الحاجات التي هي ممكن تكون فرصة الآن لكن لسه لو رح تأخذ قرض من البنك مع أنتنا رح تعين البيت هذا ومن ثم تأخذ إجراءات الحصول على قرض فالموضوع سيأخذ ثلاثة أربعة أشهر نعم فبالنسبة لل نرجع للمشروع للاتفاق بين الطرفين ظهورك أنت بالصورة الحقيقية جماعة هذه قدراتي أنا ما عندي قدرات أكثر من هذا المبلغ أنا عامل ميزانية اللي هي عشر تلاف ريال عماني هذا العشر تلاف جزء منه من أموال التوفير اللي كانت عندي وجزء منه أنا خذ فيه قرض مثلا كان عندي خمسة وخمسة قرض هذه العشر تلاف فخلينا نحن الاثنين نتعاون الطرفين نتعاونه نطلب به عرص مصريفنا كله ما تتجاوز العشر تلاف ريال عماني فهذه البداية لكن المشكلة أن أراها أن الناس ما تعلم حقيقة الأمر كل واحد حاول يظهر بصورة أنه عنده مقدرة ثم يجاري لآخرين هذه اللي كونها نتائج بحكم تجربة إكستاذ علي أنت في حقل تستقبل كثير من الناس اللي يبونيس للشروع أكثر الأسئلة اللي تجيك أو الاستفهامات أو اللي تتوقف عندهم الناس ما يقدرين تخطونها مثل أي نسميها مطالب الأهالي ولن أقول لن أقول عادات وتقاليم بس أقول لك مطالب الأهالي نعم تحس أنهما يطلبوا مطالب غير معقولة بالذات بعض الشباب اللي هما سمعوا بالنصيحة وأظهروا بالصورة الحقيقية ووصلوا معهم أكون صادق معك أخوة عبد الله نعم أن هل أنا أكمل في المشروع الزواج ولا خلاص ألغي الفكرة من رأسي بعض ما يكون مقدم بخطوات أولية لأن طرف الآخر لم يتوافق معه أو لم يكون إيجابي معه نعم فأنا أكون صادق معه في ذي كل لحظة أقول له يعني لو هذا بداية الأمر هكذا إيش توقع بيكون الموضوع من بعد الزواج نعم فإنت لو مش خادت تكون حازم الآن أو أنك أنت تكون يعني الجماعة يتعاونوا معاك من الآن هل توقع بيتعاونوا معاك بكرة في احتمال كبير بكرة ما يكون معاهم أولاد قصة يعني تغير تماما نعم لكن الآن لابد أن يكون فيه تعاون من طرف لابد أن يكون فيه أخذه وعطر في نفس الوقت والأمو سبحان الله تتغير لما يكون نفس الشاب هذا نتكلم عنه من الطرف الآخر تجدنا عندهم تعاون أكثر من الشاب اللي وكان يعني لسه مثلا من العرس لنا الولد من عندنا نعم 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 عفوا مش متعاونية معا نعم بس لما يكون العرس من عنده نحن المقبلين على الزواج نعم نحن نكون لنا نطلب من الشاب هذا أنك أنت قلل من كذا وعمل كذا وعمل كذا بينما لما الناس يتزوقوا من عندنا يكون لنا مطالب نوعا ما تكون كبيرة أنا أتمنى من خلال الفقرة اللي وانا اليوم استغربت أنه ما أحد يتصل فينا مدري ممكن عشان موضوع عرس وزواج وكذا ولكن نشكرك نقول يعطيهم العافة كل ما تواصل معنا قدرنا إن شاء الله يا رب أننا عملنا لهم شوية إضاءات بما يخص اليوم إذا في كلمة أخيرة تحب تقولها للجمهور اللي قاعد يتابعنا نقدر نقول بعد ما قلنا الخمس نقاط رئيسية في كيفية يكون إن شاء الله يا رب زواجنا عجاء ما نتصابق في موضوع مصاريف الزواج بشكل كبير لأننا عندنا حياتنا اللي ما بعد الزواج يعني لو قضينا الكلمة عندنا أو صرفنا كلمة عندنا قبل الزواج كيف رح نيش ما بعد الزواج نعم فأنا لا يعني أرجو أخف في سباق التصابق هذا أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق أستاذ علي أنا شكر لك كثير على تواصلك معنا زواج الناجح ماليا عشان ما حد يروح ذهنا بعيد أشكر كل من تابعنا وفي بداية البرنامج حتى هذه اللحظة بعد الفاصل إن شاء الله بيكون عندنا موضوع عن الصحافة وحالة الطقس بعدها بتكون سلفتنا الصباحية أشكرك مرة خانا أستاذ علي وما قصر تنورتنا وأتمنى عراس ناجحنا ماليا إن شاء الله وخاصة نحن مقبلين على خمسة جمعة بعد إن شاء الله إن شاء الله شكرا مرة ثالث تستاذ علي إن شاء الله فاصل ثم نعود موسيقى 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 وارجعنا لكم مرة ثانية مشاهدين الكرام والأبرز العناوين الصحافية من خلال صحفة صحفنا المحلية ونبدأ بجريدة عمان وخبرنا الأول يقول لجلة الشورى تطلب إضاحات عن تجاوزات موريا والطبية بظفار أيضا من عنوين جريدة عمان الدكتور عبد المنان محسني وزير الألام يصرح لم نمنع دخول أي كتاب إلى اللحظة و14 ألف عنوان بمعرض مسقط دولي للكتاب أيضا من عنوين جريدة عمان تعزيز محطات مراقبة سطح البحر ورفع شبكة الزلازل إلى 21 محطة وتعميم نظام الإنذار المبكر في السلطنة من مخاطر سونامين أيضا من عنويننا الاقتصادية اخترنا لكم العناوين التالية من جريدة الوطن وتقول هذه العناوين الهيئة العامة لسوق المال توقع على مذكرة تفاهم مع لجنة الأوراق المالية والبورصات النيجرية الاتحادية وأيضا من عنوين جريدة الوطن نقرأ الخبر التالي الاثنين المقبل سوق مسقط للأوراق المالية تنظم مؤتمرا حول الشركات الشراكات العائلية وأيضا من عنوين جريدة الوطن شركة مسقط لتوزيع الكهرباء تنوي استثمارات بستين مليون ريال عماني خلال العام الجاهي أما بالنسبة للعناوين الرياضية فاخترنا لكم مجموعة من العناوين من جريدة الشبيبة منتخبنا العسكري يستعرض قدراته الفنية أمام البحرين والله يوفقهم إن شاء الله ومن العناوين العالمية بالنسبة للمباريات الكتالوني يسعى لصيد ثمين في معقل الميلان أما بالنسبة لخبر يخص اللاعب اللي صار حديث كرة العالم ميسي يسعى لينتزع جائزة أفضل لاعب من مارادونا أو بيلي طبعا شكلها كلها العناوين برشلونية وحسانة يعني في أحد محرض معلش يا أبو عبدو في خبر خبرين المفروع عن ريال مدريد كذا عشان يكون فيه موازنة رياضية أبو أمام بعد تقرير إن شاء الله بتكون عندنا سالفة اليوم إذا ما قلناكم عن جهاز التحكم والذي هو الخاص بالتلفزيون ولكن عندنا تقرير كذا يتحدث عن رياضة البولنك هذه من الرياضات اللي نقدر نقول صار لها صدة كثير رائع عندنا هنا على مستوى السلطنة حتى يصير دوريات على مستوى أفراد الشباب وخاصة في المواقع اللي يتقدم هذه النوعية من العاب نتابع هذا التقرير من بعدها نسمع صلفتنا ونشوف ردودة فعالكم مع الموضوعات ترجمة نانسي قنقر لعبة البولنك البولنك هي رياضة مثيرة تمارس من أجل التسلية وتجديد النشاط يرتاد ملايين الناس سنويا ملاعب البولنك ويدحرجون الكرات في محاولة لضرب القطع الخشبية العشر وهي لعبة من أقدم الألعاب الرياضية الداخلية وأكثرها شهرة يعود تاريخ هذه اللعبة حسب ما تشير إليه الدلائل إلى مصر القديمة فإن الأشكال الحديثة للبولنك ترجع للعصور الوسطى ففي أوائل القرن الثاني عشر الميلادي ظهر في إنجلترا نوع من هذه اللعبة بتسع قطع خشبية وفي هولندا لعب الناس لعبة مشابهة تدعى القوارير الهولندية وأخذوا هذه اللعبة معهم إلى العالم الجديد في القرن السابع عشر ازدادت شهرة اللعبة في الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين واتخذت شكلا مقبولا للترويح العائلي هذه هي البولنك رياضة وترويح صباح الخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللغة الإنجليزية روموند كنترول الخاص بالتلفزيون الحين في كل بيت في أكثر من تلفزيون بس ممكن اللي في الصالة اللي تجتمع عليه العائلة يكون فيه جهاز واحد فيه جهاز أيضا تحكم واحد من الطرائف ان في بعض الأسر يكون عندهم جهازين الأب يكون عنده جهاز والزوجة تكون عنده جهاز وخاصة اذا كان فيه عامل معين أنا وصلتني رسالة تقول أيام يكون الأبناء هم اللي بيدهم الجهاز ولكن في هالوقت صار حتى الأم والأب يصر بينهم صراع على نوعية من البرامل مثلا اذا كانت الأم تابع مسلسل درامي أو الأب مثلا يحب يشوف بعض الأفلام اللي نقدر نقول فيها الحركة والأكشن وصلتني مجموعة من رسائل بس تأكيد لموضوع اللي يحب يتواصل معنا عندنا ثلاث قنوات للتواصل عندنا صفحتنا في الفيسبوك تحت مسمى أمان تيفي جنرال أيضا نفس المسمى موجود في صفحتنا في التويتر اللي هي أمان تيفي جنرال اللي يحب يشاركنا ويقول لنا وجهة نظرات في موضوع أو سلفة اليوم اللي احنا طرحينها أيضا عندنا الاتصال المباشر على رقم هاتف البرنامج اللي هو 24943701 اللي يحب يتواصل معنا من خارج السلطنة معلله يحط رقم الخط اللي هو 00968 ويحط رقم البرنامج اللي هو 24943701 أنا وصلتني مجموعة من الرسائل الصح ما هو يقول هل من شكل الإخوان الدائمين اللي تواصلوا معنا في صفحتنا في الفيسبوك يقول دائما الوالدين يكون معاهم والسيطرة على جهاز التحكم بسمة أمل يقول أي أحد بس أهم شي يحطوا القناة اللي ترضى الجميع صباحكم محبة تسلمين مشكورة كثير راعي راعي الرنج يقول أنا بيت بنت صغيرة وكلها كرتون يعني كلها رسوم متحركة وهذا بالفعل نلاحظة في كثير من البيوت إننا لاحظنا الأطفال هم اللي يخترون ويحطون وخلاص عدد يسر عملية الصمت إذا غيرت إذا تجرأت أصلا أنك تغير بتسمع سمفونية مع زفات كذا صولو وبعدين بيضطرون أن تخلونك تحط القناة بتقولهم بس في الجهاز وممكن بعد المباراة أو ما شابه تريد اللي حبي تواصل معانا إذا كان اتصارات جاهزة بس تعطوني خبر على ما أنا أقرأ مجموعة من الرسائل اللي قاعدت وصلنا أيضا بالنسبة اللي طالبين يستبسار أو متحيرين بالنسبة للسؤال ترى سؤال سهل ما في تعقيد جهاز التحكم الموجود عندنا في البيت أو في المحل خاص بالتلفزيون من اللي يكون دائما مسيطرة إليه في بعضهم تلقاه الأبناء في بعض مرات تكون الأب بعض مرات يكون الزوجة وبعض مرات يكون أصلا جهاز التحكم عطلان ويبدأ الكسر عاد من اللي يغير القناة وخاصة لما تكون البطارية خربانة وإذا أحد يتذكر معا أنه لما يتعطل هذا الجهاز يصير أزمة في البيت وصير فيه ضيق حتى يتم شراء جهاز تحكم جديد عشان يحل المشكلة اللي صارت نتنا مثل الهواتف الذكية مثل أجهزة التحكم المنبئ مثل يعني فيه أشياء صارت حياتنا قبل لكنا نحسها كماليات والحين صارت أساسيات مع مرور الوقت إذن سؤالنا اللي احنا نضرحه جهاز التحكم الخاص بالتلفزيون مع من هل معت أنت مع الزوجة مع الأبناء ونبقى نسمع إجاباتكم وتواصلكم وأيضا بعض الطراف اللي تصير في بعض المرات من خلال لاتصالتكم المباشرة نقول مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله خير الله سلمك مين معاي ممازل معاي يا أهلا ممازل اتفضلي أعطاك العافية الله عافية عبد الله انا ما أقول لك الجهاز عند مين ما راح تصدق الجهاز التحكم يكون عند حفيدي سنو ونص ما شاء الله يصرق واشا في الصالة إلا هو يتحكم يحط براعب ما تغيره من قناة براعب ربي يخلي لكم بياه إن شاء الله يوم مازل تسلم والثاني قد قد يحب الأفلام القديمة الأفلام الأبيض والأسود نعم وهو يحب البرعب عادة إحنا نتنازل ما نبي خلاص ما نبي ما نبي من التلفزيون الله يخل هو عجبينه هو وقد المهم تكونوا أنتوا خارج الموضوع يتفاهمون لا 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 نحن 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 نسحب مشكور يوم مازل الله عافيك وسلبك إن شاء الله يا مرحبا هلا والله هلا زي ما لاحظت الحين مازل بالفعل صار الأطفال يعني الجد يكون أو الكبير العيلة تدقى يكون عنده نمط ومعين نمط معين تجاه بعض البرامج أو الأشياء اللي قاعد يتابعهم نحب نسمع تواصلكم وأيضا المواقف اللي تصير في البيت بما يخص وهي مشاركة نقدر نقول من خلال برنامج نقاهوة الصباح عشان نرسم البسمة على محياكم ونخلي صباحكم سعيد وأيضا يكون نهاية أسبوع جيدة ورائعة لكل من قاعد يتابع نقول مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام يا مرحبا مين معاي سعيد النوف اللي من الصحم فضل يا سعيد فضل كيف حكم طيبين أشتركوا على البرنامج رائع الله يخليك ويسلمك وعافيك حبيت أشارك معك بس نحن في البيت يعني معناه لقي هذا لما يمسك مثلا أنا خلاص أنا أتحكم في العائلة ممتاز وإذا أمسك أخوي مثلا نخلي أمباريات خلاص أنا أضطرني أتابع أمباريات حلو وإذا أمسك أنا أتابع الأخبار خلاص إضطار أخوي حلو يعني نطلع من الغرفة مثلا الصالة خلاص هو يمسك الجهاز يعني هو أن الجهاز التحكم يتحكم بنوعية المادة المعروضة وخلاص يتم حلو يعني إذا نريد نتابع أخبار نشوفك متى تمسك الجهاز عشان نجلس معك شكرا حياك حياك الله يا سعيد تسلم مشكور مشكور كثير تسلم يا ذك العافية إذا فيه اتصال بعد يلي تعطوني خبر خالد الشخص الأكبر منك مرات يعني هو أكثر مرة يعني هو دائما يمسك الجهاز شكرا كثير يا خالد سمية تقول الله يسلمكم أصغر حد في البيت يعني شكلها هي بالمختصر بالرسالة أنه صغير هو اللي بيكون مسيطر على الجهاز وبعدين طبعا بيصر ضرابة في البيت خاصة بين الصغار عشان يتحكموا بل لكن الأطفال الحمد لله فيه نوعين من البرامج هم يتابعونها بس إذا صار فيه طفل صغير وفيه طفل أكبر منه بشوية هنا عاد المشكلة وفيه قناتين يقدمون برنامجين مختلفين مثلا إذا كان يحبون مثلا ألف من البرامج وسين من البرامج عاد هنا يسو ميو يعطيك العافية ما قصرت على تواصلك الدائمة من خلال برنامج لقهوة الصباح مرحبا السلام عليكم السلام عليكم يا مرحبا معاك أمتي ديار تفضل يا أختي عندي أنا هو هذا الولد عمره ست سنوات ما شاء الله أول ما يقي من الروضة سيد على الجهاز التلفزيون على طول على طول لكن الحلو فيه أنه يستئذن أول شيء ممتاز الحمد لله أيوة أنت تريد تشوفي أنا سهل معه وعطي ربي يخلي لك إياه ربي يخلي لك إياه إن شاء الله الحمد لله لكن أول ما يدغي ربه أول ما يقي أبوه من الدوام بسرعة يبدلح القنوات الرياضية لأنه أبو يحب الرياضة حلو هذا بشو الله عليه قاعد يرضي الطرفين أيوة يرضي الطرف لكن يوم يكون مباريات نعم ثانية خاصة بغى أبو شوفه يقول له أروح أحسر لك المجلس هذا دوري حلو حلو مقسم الوقت أيوة ربي يخلي لكم إياه إن شاء الله ويتربى في عزكم إن شاء الله إن شاء الله مشكورة كثير أختي على التواصل اللي يحب يتواصل معنا دائما على 24943701 ودوليا ما عليك إليه تحط رقم الخاطر اللي هو 00968 24943701 نقول مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام يا مرحبا من معاي وعليكم السلام يا مرحبا تفضل أيختي السلام عليكم وعليكم السلام معك أم خالد تفضلي أم خالد أنا أحب أشارك معاكم يقصر على صوت بس عشان تسمعينه بشكل جيد إن شاء الله فضلي أنا اللي يمسك الريموت مع التلفزيون عندي ولدي ربي يخلي خالد الله يخلي ومعذبينه على الآخر زين هو يتحكم في التلفزيون مستحيل هو عمره ثلاث سنوات إن شاء الله لكن الله يبارك فيه رب شه إن شاء الله ربي يخليكم بيها إن شاء الله إذا أم خالد كيف تتعاملون مثلا إذا كنت أنت مثلا أنا أعرف ممكن بعض النساء يحبون يتابعون مسلسلات معينة وخاصة جاء موعد المسلسل صحيح لكن اللي رب تبيت صحبة تتعامل يعني تشوف كل المسلسلات مع وتحب إنها وردها يشوف الشيء الزين أي نعم صحيح هيو تخلي يعني يشوف الأشياء الزينة تعليمية أو حاقة وهو ما إن شاء الله عليه مستحيل إنه حدي يمسك الريموت عنها خلاص يعني ذا ملك هيو صعبة إحنا إذا نبغل نشوف حاقة نروح ننتقل حتى تلفزيون ثاني أما هو مستحيل عاش خالد والله عاشها هو صوت الحين اللي قاعدة أسمعه الحين هيو ربي يخلي لكم مياه إن شاء الله يتربى في حيزكم آمين يا رب مشكورة يام خالد تسلمين يلا حافظ هي بتقول تلفزيون بغرفتي وبأيد أختي يعني لما يكون الجهاز شكلها يكون عندهم تلفزيون في الغرفة ولما يكون الجهاز يعني يتبادلون بينها وبين أختها بالنسبة للهاتف إذا معنا اتصال نقول مرحبا السلام عليكم في تلفزيون بغرفتها ويكون الجهاز ببيد أختها ولكن في لحظة غياب أختها يكون جهاز التحكم معها حلو وتلفزيون الصالة كله حسب البرامج اللي يتبعها يتنازل الجميع يعني إذا في أحد نسك الجهاز طبعا وهو اللي خلاص يتنازل الجميع اللي متابعة باستخيلوا عادل اللي كان مثل ماسك جهاز التحكم يتابع برامج أغلب اللي موجود في البيت ما يحبونها كيف تصرفون هنا النقطة السلام عليكم صباح الورد يا مرحبا كيف الحال بخير الله سلميك صراحة ماشاء الله البرنامج لهم جميل جدا تسلمي عيونكم الحلوة تسلمي مين معاي أم رحيط اتفضل يا أم رحيط أنا صراحة في البيت حالي الهدوء الحمد كلهم في المدرسة ماشاء الله كلهم في المدرسة ما عادة واحدة من النون الصغيرة من رومة ربي خليها لك هذه بنت سنتين ماشر بس طيور القنة آه زيني طيور القنة ماما بيبي ماما قابت بيبي هذا تريد آه زيني بس من يرقعوا من يرقعوا للساعة هنتين ساعة نشوف البيت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عيني عليهم برد الحان يريد قناة نعم هذاك أحمد يريد تعرف الرسوم البراعم وذالأشياء نعم والكبار عاد الأفلام لما هذالأشياء الآن نشوفه الآن نشوفه المهرقان إذا أمر حيق إذا كنت تابعين برنامج أنا صراحة وقت الصباح اللي بم أنهض الصباح أول شيء أثوق قناة قرآن نعم ما أغير لحد ما تنهض هذه نعم ربي خليها لك أيو لما تنهض هذه خلاص عادي يعني ما في قرآن ما في أدعية ما في شيء يعني الله يخلي هذا هي الترفيزيول لحد ما أم يرقب الله يخليهم لكم فإن عندي برنامج مخصص أني أشوفها نعم أخليها أقولها بعداً بس أوليش يعني بعداً أسويش طيب القلنة حلو لكن مستحيل يعني مستحيل إنها تقدر تخليها ما تشوف ربي خليها لكم إن شاء الله وخليكم عيالكم جميعاً إن شاء الله هم فرحتني لكن نتمنى يعني مثلاً تلفزيون أم بس أنا عندي نفذة بسيطة آمري أتفضل أول من يعني أتمنى يكون تحصل في التلفزيون أول ما نفتح التلفزيون الصباح فاتمني يكون يعني على أقل بس كمسة أدعية أو قرآن إن شاء الله إن شاء الله توصل رسالك أول الصباح أول الصباح لما نفتح التلفزيون يعني أو شيء يعني تأكده تأكده في الفترات الدينية ولكن إن شاء الله توصل رسائلك كذلك في فترة الدينية فعلا ما أقول فيها نعم إن شاء الله لكن غير ما تنهب الصباح من الساعة 5 حاضرين حاضرين يا مرحيق إن شاء الله يعطيك العافية مشكورة كثير يا مرحيق يعطيك العافية ولكن عذريني لأن في كم من الاتصالات وحابة استقبلهم كلهم نقول مرحبا السلام عليكم ولكن رسالتك تأكدي واصل المعنيين والإدارة إن شاء الله صباح الخير سلام عليكم سلام عليكم قصروا على صوت التلفزيون عشان نقدر نستقبل اتصالاتكم يا جماعة يلا مرحبا السلام عليكم يوم مرحبا هلا والله قصروا على صوت التلفزيون قوليلي اسمك إذا تكرمتي وراء قاعد يسمع صوتي هنا وعليكم السلام تفضل يا إختي أعذروني ممكن أشارك معكم إيه تفضل قصر على صوت التلفزيون وإليت بعجالة عشان الوقت بس طيب أيوة أنا منتظرك بس حابة تشارك في موضوع ريموت التلفزيون أحنا عندنا ثنين أعيال أخويا الصغار ما شاء الله عليهم تلفزيون لما يكونهم موجودين بس التلفزيون لهم خلاص يعني ملك غير قابل للتفاوض خلاص يعني هم القناة اللي يبونها لازم الكل يخضع لهم ويشوف نفس القناة اللي هم يبونها حلوة يخضع لهم ممنوع التمديل ربي يخليها لكم إن شاء الله يجمرهم بس يشوفون طيور الجنة لازم وبراعم هذه أهم القنوات اللي لازم يشوفونها خلاص نحن شكلنا لازم نحن نخلي قهوة الصباح فيها برامج خاصة لأطفال عشان يقدرون يتابعون ما يبون قهوة الصباح ما يبون بس فترة اللي هم في المدرسة موجودين نحن نقدرون نشوف أي شيء على كيفنا بس خلاص من أول ما يخلون هم المدرسة خلاص وستمهم وترتبون ربي يخليهم لكم إن شاء الله آمين يا ربي مشكور تسلمين ما قصرت يعطيك العافية نستقبل أيضا اتصال على ما أقرأنا مجموعة من الرسايل اللي وصلتني مرحبا السلام عليكم عليكم السلام عليكم الحال يا مرحبا هلا والله السلام طيبين هلا والله الله يسلمك الله يعافيك الله يعافيك يا هلا من معاي؟ قرينا نجاوب على مقصوص السؤال تفضل تفضل بالنسبة مفتاح تحكم ريموت أكثر حاجة يوم بيديني خاصة يوم يوم يكون في المنزل ما أعطي حد ضر حلو مسيطر أنت على الوضع مسيطر على الوضع لأنه بالمدخول يعني أكثر القنوات عندي المفضلة هي القنوات الأخبارية ممتاز أيوة مشكور بس شرفني باسمك ما عليك أمر عبد الله الرحب مشكور يا عبد الله وصلتني الرسالة عند مهند الرواس يقول سلامي لأحبابي من وجهة نظري جهاز التحكمة والريموت يكون في يد الكبار أفضل من الصغار لأن الكبير لها خبرة وأفضل من الصغار في عملية اختيار القنوات المناسبة بالنسبة للبرامج أو كذلك الأعمال ولكن الحين مهند السلفة مش في برامج ولا هي في يعني نقدر نقول في أفلام هي القصة كلها هنا في رسوم متحركة وإذا كنت أتبع الناس اللي تحبون تتابعون أخبار فإذا كان في أطفال في البيت تعرف في ثلاث أربع ساعات بتكون خاصة للرسوم متحركة هذه إذا ما كانت أكثر نقول مرحبا السلام عليكم آخر ثلاثة اتصالات إذا كان ممكن عشان الوقت بس السلام عليكم عليكم السلام حسنا الله يا مرحبا مين معاي؟ أم رداد تفضل أي والله أنا عندي ثلاثة أولاد لما يجيوا من المدرسة كل الجهاز في يدهم كل واحد يجب الجهاز بنفسه البنت تبي طيور القنة والولد الصغير يبي كله يشاهد بالعربية بفيها رسوم والولد الثالث يبي أفلام اكشن كيف توزعين عليهم؟ فلما واحد يروح شوية أمكان يخلي الجهاز عندي يقول لي أمانا لحد ما جي لحد ما رجع أمانا ما تعطي حد الله يخلي وهذه كلهم اللي عاوزيننا كلهم في البيت حقم أني فيه تلفزيون ثاني بس كل تلفزيون الثاني كلها رياضة أي نعم وهم ما محصلين غير التلفزيون اللي في الصالة حتى ما يقدر أشاهد شيء الله يعطي شيء العافي كله لك هاتحكين في يدهم يروح شوية الأمانة وينها ماما الأمانة وينها وهذه أهم شيء الأمانة الجهازة تكون عندك مشكورة كثير أي ما قصرتي ما قصرتي بنأخذ آخر التصالين في هذه الفقرة نقول مرحبا ويليت الردود وتكون بعجالة السلام عليكم عليكم السلام تفضلي أختي أحبيتي شارك موضوع الحلق اليوم تفضلي معك بلعكس كل واحد وعند كل واحد في غرفته وعند تلبيزون ومتحكم مرزيزه ممتاز ممتاز يعني كل واحد عنده جهاز تلبيزون يعني دون نسعة كل واحد حلت أنت القضية والحمد لله الحمد لله إن شاء الله دوم السعادة في بيتكم دائما والمحبة مشكورة كثير مشكورة كثير ولكن بعض المرات يصير في تجمع وسرع في الصالة فيضطرون لازم يكون في أحد أو في مجموعة تتنازل عشان فرد واحد آخر اتصال في هذا الفقر نقول مرحبا السلام عليكم قصره على صوت التلفزيون معليك ما مر السلام عليكم مرحبتين تفضلوا أخوي السلام عليكم عموما شكل على ما يردون على أنه تقريبا خلص الوقت عندي كان آخر اتصال المهم أحد راسلي يقول لي من سبق لبق يعني بمعنى ليلي سبق هذه اللحظة ويأخذ جهاز التحكم هو اللي بيكون عنده التحكم بالبرامج وكذلك القنوات عموما الله يعطيكم الصحة والعافية ويخلي لكم وعيالكم وإن شاء الله زي ما قلنا هذه تقنية سهلة على كثير من الناس في ناس استثمرتها للكسل بعضهم لأنه خلاص ما في يتحرك ويضايق لما الجهاز يتحكم خاصة لما بعد تخلص البطارية تلقى يضغط عليه ينزي خلصت البطارية شيل البطارية وركب ما في حتى يغير البطارية عموما احنا دائما كذلكم من خلال سافتنا هذه اليومية الهدف منها رسم بسمة في نفس الواقع نشارككم بعض المفردات الحياتي اللي تمر في حياتنا بصورة عامة الشيء الحلو هو هذا التفاعل اللي احنا قاعدنا نلاحظنا من خلال الرسائل اللي قاعد توصلنا عن شبكات التواصل الاجتماعي أو اللي قاعد يتواصل معنا مباشرة من خلال الهاتف كان محليا وكذلك دوليا نحنا عندنا تقرير حول العالم من تابعه ومن بعد ان شاء الله بتكون مع فقرة الفن السابع تعترف بأنها كانت مدمنة ليس للمخدرات أو التناول الكحوليات ولكن للفيسبوك فوسائل التواصل الاجتماعية أصبحت الآن من أنواع الإدمان المعترف بها كنت أضحص كل أجزاء الفيسبوك وأستخدم كل جزء منه وأدخل على حسابي في أي مكان أذهب إلي إلى أن أحسست فجأة بنوع من الثورة لم أكن أمارس التدريبات البدنية بل كنت أجلس أمام الحاسب وتضرر بصري والآن لا تستخدم آدمز الفيسبوك لأكثر من نصف ساعة في المرة بل إنها تستغني تماماً عن الإنترنت لمدة يوم واحد في الأسبوع ويعمل استشاري طب النفس ريتشارد جراهام على علاج نحو مائة مدمن هذا النوع سنوياً في عيادته بلندن يبدأ هؤلاء في العبث أن لا تفادون فعل الأشياء المهمة في الحياة يؤخرون تناول الطعام وساعات النوم أو يفوتون الاجتماعات أو حتى يتأخرون عن أعمالهم وكليتهم يقضي بعض الشباب الصغار ما بين تسع وعشر ساعات في استخدام وسائل التواصل الاجتماعية وأظهرت دراسة أجرتها جامعة شيكاغو العام الماضي أنه مع استخدام وسائل التواصل الاجتماعية فقد يدمنها المرء بشكل أقوى من السجائر وتناول الكحوليات إسلام بركة روجز ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هتروح وتتفرج يعني شي طيب صبح بالنور وعبدالله وصبح بالخير لكل متابعينا وكل من انضم معنا خلال هذه اللحظات لمتابعة فقرة الفن السابع كل أربعة تأتيكم لأيضا نحدث معكم كل بيانات السينما وجديدها وأيضا قائمة البوكس أوفيس وكل التفاصيل الهوليودية معنا عبدالله أعتقد كأنني لمحتك الأسبوع الماضي يوم الأربعة في السينما ما عرف أي فيلم دخلتك رحت ماما ايش رأيك قصتها حلوة إنسانية بس حسيت شوية فيها مط كممكن تختصر القصة بس إنه من ناحية الإثارة لبهار في البداية كان حلو ولكن بعدين في الجزء الأخير خرصا لما انكشفت الشخصية وعرفت من وين جدت خلاص صار أنك تبغى تعرف النهاية كلها لكن هو مش مقزز بس تحسن مسألة الأرواح مأرواح استعدتها موقدة في الفيلم حلوة الأدوار للطفلتين أبدعوا بصراحة في التمثيل ماما كان بصراحة كان مواجد حلو ومؤثر في اللحظات كثيرة بس كقصة حلوة ممتع يعني بختصار حلو إحنا كده من خلال هذه الفقرة نحاول أيضا نوضح للجمهور أنهم أنها في أفلام راح تعرض خلال هذه الأسبوع ويتعرفوا عليها تتنوع الأفلام بين الكوميديا وبين الأكشن وبين الدراما التاريخية وبين الرعب والجريمة ممتاز معنا أول فيلم خلال هذه الأسبوع اللي احتل المرتبة لعاشرة في قائمة البوكس أوفيس وجمع خلال هذه الأسبوع ثلاثة مليون دولار وإلى الآن تقريبا حصد إرادات بقيمة ثلاثة وثلاثين ثمانية وثمانين أقصد مليون دولار الفيلم إثارة دراما تاريخي النجوم جاسيكا جاستين وجويل آيد جيرتون وكريس برات ميزانية الفيلم ذكرناها أربعين مليون دولار أعلن الرئيس الأمريكي تقريبا صباح الأثنين في اثنين خمسة 2011 عن مقتل زعيم القاعدة وسامة بلاده وطبعا في عملية عسكرية برية شاركت فيها قوات أمريكية خاصة على بوعد تقريبا عشرة كيلومتر من إسلام أباد تقريبا قريبا من منزل يعني نقدر نقول فيلم تسجيلي هذه بعض المشاهد نقدر نقول لي تتحدث عن الفيلم أي نعم الفيلم يحكي كيفية تخطيط القوات الأمريكية لدخولها أيضا إسلام أباد وإيضا مراقبتها ووضع خطة لكمين أيضا استياد أسامة بلادن في عملية قاتل ومن ثم القوة في البحر وهذا الفيلم كله تقريبا من بداية الفيلم إلى نهايته يتم استعرض كيفية الخطة ممتاز في كذا سهرة كان يقيمها أوباما في طيب البيت الأبيض ثم بعد هذه السهرة يتم إعلان عن مقتل أسامة بلادن في ظروف غامضة وهي هجوم القوات الأمريكية الخاصة على منزله ممتاز هذا الفيلم الأول الفيلم الثاني الفيلم الآخر كوميدي جريمة المخرج مايكل هومفان ومؤلف سيناريو إيثان كوين وجويل كوين النجوم كولين فيرث وكيمرون دياز الفيلم كوميدي قصة الفيلم تدور أن الهاري وهو أيضا مدرب فنون جميلة يخطط لسرقة إحدى اللوحات المهمة وهي لوحة مونيه من رجل ثري لكن يستعين بامرأة رعية للبقر وثم بدل تكون له عون أصبحت له فرعون في طبعا الكثير من التغيرات ومفاجئات التي تسببها هذه المرأة لمعاونتها هاري لسرقة هذه اللوحة الثمينة نعم ونقدر إلي تجمع كذا في قلب كوميدي جريمة مع كوميديا طبعا أبطال طبعا كبار كولين فيرث وكاميرون دياز حالف هذا فيلم أسري هذا نعم كل الأسر ممكن حالي معروض بصالة سيتي سينما ممتاز الفيلم اللي بعده الفيلم الآخر سنيتش نوع الفيلم أكشن دراما إثارة المخرج ريك رومان واق مؤلف سيناريو ريك رومان واق وجيستن هونس النجوم دواين جونسون وسوزان ساروندون وميزانية الفيلم تقدر بـ 35 مليون دولار تدور أحداث الفيلم حول أب يحاول إنقاذ ابني بعدما تهمه بأنه تاجر المخدرات ثم ينغرس في عصابة وينخرط معها لإثبات أيضا براءة ابنه لأنه لم يكن معهم في متاجرة المخدرات التي تهم أيضا في سيجنن زور من ثم تدور هذا الإحداث أن الأب كيف يسيطر على هذه الإعصابة في محاولات مثيرة طبعا وفيها نوع من الإثارة والأكشن حينو الفيلم الأخير معنا في فقرة الفن السابع نعم A Good Day to Die Hard هذا الفيلم الآن في المركز الأول في شباكة ذاكر الأمريكية نعم بطولة بروس ويلز وأبدأ في هذا الفيلم 25 عام طبعا بروس ويلز يقوم أيضا دور شخصية جون ماكلين بأفلام Die Hard وطبعا خلال هذا الأسبوع 25 مليون دولار وحصت إلى الآن 33.2 مليون دولار من نزول إيصالات السينما الفيلم أكشن جريمة إثارة المخرج جون مور مؤلف السيناريو سكيب وودز وروديريك ثورب النجوم بروس ويلز وجاي كورتين وأسبيستيان كوخ ميزانية الفيلم عند الله 92 مليون دولار راحنا بصبونا 1 مليون دولار نعم تشبه غصة الفيلم طبعا هذا الفيلم القزء الخامس من سلسلة Die Hard الأفلام الأكشن تدور أحداثه حول شرطي جون ماكلين الذي يجد نفسه في موسكو لمساعدة وإنقاذ ابنه من ثم يحاول أيضا مساعدته وتقديم بعض الطلبات له لإنقاذه وأخراجه من موسكو لكن ماكلين يفاجأ أن ابنه أيضا عميل في جهاز المخابرات الأمريكية المركزية وأنه قد تلقى تدريبات عالية لوقف سرقة الأسلحة النووية فيتمكن ماكلين وابنه جاك من تكوين ثنائي ذو أسلوب معين لتحقيق أهدافهما والخروج من موسكو والعودة إلى الولايات المتحدة بروسويل صبعا في لقاء معه أيضا في برنامج سكوب مع غيا يعني ذكر أن هم واللعب الأفلام هذه منذ الطفولة وكان يؤمن بأن الشخصيات التي تقوم بأدوار الأكشن هي شخصية حقيقية وأن كل ما يحدث حقيقة فكان دائما يقفز من المنزل أعلى المنزل إلى الأرض فكان هذا يؤلم ولدته فتحاول أيضا منعه من القيام بهذه يعني الرغبة من الطفولة كانت نعم حاضرة من الطفولة أيضا حتى الواحد نحن دعونا كأسرة شوية نبه أن هذه الأمور تراها تمثيلية بحيث أن الأطفال لا يقوموا بتقليد هذه الشخصية ويتضرروا على أن كنا نقلدوا كفليت وسوبرفان لما كنا نصار الله نحط على القماية يعني أفلام كذا جميلة في باقة حلوة من أفلام المتنوعة بين الكوميديا والأكشن والإثارة والدراما والجريمة شكرا يا حفيظ بس جهز التحكمكم ما عاملين في البيت جهز التحكم أكثر شيء معي أنا الله حكم أن أمضى أخوانينا الله حلو وتفرض عليهم النوعية البرامج لا ترى أكون معهم أخليوا على رحتهم بس تحت رقابة أحاول أيضا بعض القنوات أحط لها رقم سري زين حلو أنا جتني بس مجموعة من الرسائل بالنسبة الورد البيضة بعد تدرك بس أقراهم بشكل سريع على تويتر عشان ما أحد يعاتبني لقولونك ما معنى كله الفيسبوك بس لما أدري شيء عندي جهاز ما قاعد يستخدم للتويتر الجود يقول حاليا الجهاز معي بس بعدين أحلى ما حصله واضح الصورة خلاص فهمت أنه أول ما يرجعون من المدرسة صباح الخير من الورد البيضة تقول أكثر شيء بيدي وإذا كانت في نية لأحد أن يتابع شيء أكيد بظار بابا بنعهم من يشوفون مشكورة كثير أيضا جتني الرسالة تقول صراع بين الأخوة إذا في برنامج معين بس إذا أكثر واحد عند الجهاز لأنني أنا مبرمجة التلفزيون يعني إلي مسؤولة عن برمجة فدائما يكون عندها الجهاز بشكل دائم ويعذروني الباقي أنني لم أقدر تقرأ كل الرسائل لأنها ما شاء الله كثيرة ووقت البرنامج عندنا محدد وحب أسمع كلمة أخيرة من عند بس حلو عبدالله ذكرت أنت موضوع الجهاز حلو أنك تعطي ابنك كذا باهتمام وتحس بالمسؤولية وتعطي ثقة وتحس أنه هو في غيابك من يتولى أمور البيت فهذا أيضا يخلق طفل قيادي أظن في اعتقادي شخصي فبالتالي أنت لا تحسسه أنك مراقبه طول وقتك أو تمنعه لا كذا بس بأسلوب تفاهم وحوار جميل بين الأب أو بين الأم وأبنها أعتقادي هذا يولد فيه كذا نوع من التربية الصالحة حين من الأربع أفلام اللي أتاتنيها ايش ترشح لي أن أروح اليوم أو ترشح للمشاهد اللي قاعد يتابعني فيه كوميديا أنا شددني الكوميديا وداي هارد أي واحد اللي تشده داي هارد كثير جميل وأظن أنت تابعت الأجزاء السابقة أي تابعت الأجزاء بس هذا الجزء يختلف كان فيه أمور حلوة كان فيه موسكو وأيضا سنيتش فيلم أيضا اليوم سيعرض فيه تقريبا ساعة 11.45 دقيقة ومثما ستتغير العروب من الغد باك الخميس إن شاء الله شكرا يا حفير أحسن إحنا مشاهدينا بناخذ فاصل قصير من بعد بنصل إلى الختام فتابعونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أتمنى وفقنا في تقديم هذه الحلقة أتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد وأجازة أسعد يا رب حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة